خلينا نحلل الماتش واحدة واحد كيف بدأ ممكن أطعولك حتت أطعولي حتت ما أحنا عايزين أما تشكيمات تتفرج في المنعب تشايف كل المواقف من فوق والموضوع مختلف طبعا أطعولي حتة حتة خصوصا الشوت الأول كيف رأيت بداية مارسيل كولر منذ بداية الشوت الأول بص اللقاء دايما في الكورة في حاجة اسمها رتم اللعب يعني رتم اللعب يعني تدينة تدينة كويس قوي فرصة في التانية الجول يقع تلعب ديئتين تانية بجول يقع تانية يقعك يقع الرتم آه فالناس بتقول لا أستلمطش مش مش لا هو مش بإيدي يعني أنا كمدرب أو أنا كلعيب المقصة مش في إداية هي في إيدي الحاكم هنا فالحاكم هو اللي مني من الرتم انت غصب عنك كل ما تجي تمسك رتم بدلين تفشط الأولين في أربع فرص كويس عمدك لنادي الأهلي ولكن كل ما تجي تمسك رتم وتبدأ تعلى الجول يقع فهي تهدى فتبدأ ترتب تاني أبدا ترجع تاني للرتم العالي الناس مش قادرة تتخيل أو تفهم الدنيا مشت كده ليه في شوط الأولين مش تأثير من اللعيبة ولكن هو تأثير من أنت منفعش كل خمس داية أروح واقع موقف شوية ونرجع تاني القصة كانت تزيادة أو في شوط الأولين فده يمكن اللي خلى شوط الأولين مش شايفينه مرضي بالنسبة لنا ولكن أنا كنت شايف أن أنا عندي أربع فرص مؤكد أن أنا أكسب في شوط الأولين فأنا شايفين اللعيبة عاملتنا عليها في الجزء في لعبة ما كانتش في حالتها أو أوجه للسلية بالأخص لا ما كانش يعني دايما كل العيد بنقول أن أنت عندك لفل أو عندك سقف لو أنت مش وصل لخمسين في المئة من السقف دا فبالنسبة لي يتبقاش في أحسن حالتك فهو ما كانش وصل لخمسين في المئة ما كانش أفضل حالة في الحالة الفنية ده طبيعي على فكرة ده طبيعي على السلية ولكن هو ده طبيعي لأي لعب في أوقات بتيجي تلاقي الليفل نزل شوية وبعدين أعلي تاني لأنه خلي بالك السلية برضو قاعد فترة طويلة بعيدة عن الملاعب حديدا بقى هنا باتكلم على السلية أنا كمان أنا أصد إيه أنت عندك بيبقى عندك فيه لعيب أو اتنين أنت بتبقى مركز معهم قوي فأنا دايما ببقى فيه رموس كده في اللعب ببقى مركز معه عشان أنا حاسن ده اللي يعمل فرق فلما بيتلاقيه مش في حالته فبتزعب فبقى لأه وبيبان وبيبان طبعا فيه لعيبة بتتدارى في النص لكن فيه لعيبة بتتدارىش ماينفعش هو حلقة الوصلة فمهمة جدا أن أنت تشوف الأمور بالشكل ده الشرط الأولين أنا شايفه اللي كان مخلي ريتمه كده هو الوقعات الكتير والفاولات الإصابات الكتيرة اللي حصلت فرق ما انت بتقف غاصب عنك وده حارس مربع الحاكة مقدرش يلعب صح فغاصب عنك هتعمل فبتطر تقف هتمسك الرتم تاني يا جماعة الحاجات دي ما بتجيش كده يلا هدور ويلا نجري لا الرتم ده محتاج وقت ومحتاج المباراة تبقى دايرة بمعنى أصح فطول ما المطش بيقف الأمور بكاد بنسبالك مش أفضل حاجة فده اللي خلى الشرط الأوليني بالشكل اللي إحنا بنقوله ورغم ذلك برضو عندي فرص كنت أقدر أكسب بيها لحد هنا ما كانش فيه مشكلة المشكلة النقلة الحقيقية أول ما الهدف اللي جي في نادي العلي أول انت شايف الهدف إزاي العرضيات فيها مشكلة دايما في الكرة المصرية عمولة هندبول تحديدا لأنه طبعا أنا سمعتك كل خبراء الكرة وكل المحللين وكل الناس كلمت على هندبول واضحة ولكن طبعا باستثناء واحد مش مهم لكن أنا بتكلم على كل الناس خبراء تحكيم خبراء كذا خبراء كذا المحللين تعرف أن أنا تبيعت بعض الصحف الكنغولية علشان معظم الصحف ما جابتش السينة أساسا ما جابتش سينة الكرة دي تدليل على إيه تليني أكيد؟ بص أقول لك حاجة يعني بص عشان عشان أنا هاخدها في حتة تانية يعني محدش نفى مثلا لكن محدش جاب سينة عشان ما فيهاش هي هدف عشان هي هندبول؟ موضوع مش محتاج كلام في حاجة تانية أقول لك بشكل تاني تليني نتكلم بشكل تاني هل وضع التشريحي بتاع جسمه صح؟ لأ بس خلاص إيده أعلي يتلفو لا ينفعش مش حارس مرمو صح وضع التشريحي بتاع جسمي إيدك جابتك ينتك تديك مساحة أخرك بس كده يعني أخرك إيدك جابتك عشان لو هتاخد حالك معنا أن إيدك غلط فشبهة إنها جت في إيدك بنسبة 80% فهي الصالح بأنا بقولك حتى لو أنت عايز تمشيها إنها ما جتش أنا خليني معك للإخ وضع التشريحي بتاع الجسم اللعيب غلط فإذن هنا اللوم المخرج يعني طيب تعرفنا وصلنا الليفل يعني لأسف الشري للأسف أنا دائماً بلوم على كابت يعني خليك أنت أفرق أنا بلوم على كابت الرضا في هذه كابت الرضا مش رضا شحادة كابت الرضا عبد العال على هذا الأمر لأنه أنا مش عارف يعني هو قاعد بيحلل المتش فكر في الأمر إزاي ما عنديش فكرة هنا المقطة دي مهمة جداً أنت تأخد وضع التشريحي بتاع الجسم اللعيب وبعد كده ابن بقى اللي أنت عايزه بعدين لو أنت عايزت تتحللها مظبوط وضع التشريحي تاعجي اسمه غلط فلازم هنا نقف وبعد كده نقول جات في يده اللي ما جاتش خلاص رفع يده ليه يعني هنا الوضع ده صح لا غلط فإبقا هنا خلاص فيه هندبول واضح وما فيهش نقاش يعني فاللقطة دي يعني هو حتى الحكم في ساعتها ما شافهاش لا مشافهاش الفار هو اللي شافه والعالم ما ده دور الفار تحية يعني ظلمتنا كتير قبل كده ولكن في هذه المباراة عاملة دور حقيقي وراءها طبعا اللقطة دي نقلت لأهلي نقلة تانية أيوة خش أنا كنت في الملعب أنا كنت في الملعب عنده في لقطة وضع مختلف إيه اللي اختلف اللي اختلف إنه هم كمان بعد الهدف راحوا لجمهور الأهلي يستفزوا جمهور الأهلي أوكي يعني خادوا بعض الفرقة كلها راحت عند جمهور الأهلي وبيستفزوا الجمهور هنا حصل آآ التلعبرة المباراة آآ الجمهور نفسه بدأ يشجع أكتر يسخر قبل ما نعرف هي هدف ولا الجمهور بدأ يشجع ولكن لحظة لما الحكم لغى خلاص طريقة التشجيع إسلام أنا كنت عايزة أنزل على العب أنت عارف أنت وصل لفين فيه رتم كده أوقات بيعلى يخلي حالة انت غصب هناك أنا جالي فيديو من الجمهور بس شايف عزيه لكن جالي فيديو من الجمهور ديني خرحة وكل عمل نقلة دي هو لو ما حكم لغى والبدأ هنلعب أنت مش فاهم الجمهور في الملعب عمل إيه هنا أنا شايف نجدين نقلة نجدين نقلة مهما كنت حتى مش قادر أو بيكسل شوية خلاص الحتة دي راح فبدأت الأمور بالنسبة لك بدأت تاخد رتم تاني مرحلة تاني مرحلة تاني الهدف الأولاني خلاص ده مركة مسجلة خلاص بين اتنين كان فيه فيلافيو وجلبرت وفاكر أنا حطها لك هنا فأنت هتاخد خطوطين فأتحطها لهن خلاص بقى دي خلاص احنا بنعيدها تاني عبد المنعم وعلي خلاص أنا حطها لك هنا تاخد بس خطوطين سواء يمين أو الشمال أي أن كان خلاص بقى يعني خلاص القصة دي بقت بتاعتهم فالهدف أنا شايفه معتاد وبقى خلاص ده فهنا الهدف الأولاني مهم جدا في توقيت مهم جدا حالة نفسية بتاعلى ولكن الهدف التاني فاكر احنا آخر مرة تكلمنا هنا أن أنت لازم تعمل من أي مكان مش محتاج أن أنت تجري اللغة اللي خط وبعد كده ترجع هو علي عمل إيه من بعيد من هنا ونواقف هو ستنا بروح عمل إيه الأول إمام سروق أعلامي يعني هو أول ملف هو أول ملف كده وانا في الملعب نقولت لا عبنا حد تاني أنا ما ناعد بأتفرج فلاقيته عمل حد حتى يعني اللعيبة اللي كانت وقفة في الفرق التانية ما خيش خد باله فهو علي عمل إيه أسرح حاجة برضو ترك والعامل إيه بالعرض صعوبة الجول هنا في إيه إن الكرة مش عالطاير الكرة لو عالطاير تبقى سهلة جدا لو سامي يحطها جون سهل عبطنا رجلك بتاعها لو عالطاير هي مش عالطاير هي لما نزلت واحدة هنا ما رحتش من علي لو سامي واحدة هي نزلت وطلعت عشان الكرة دي لو روحت لها مباشر ببطن رجلي وشتيجي عشان تجيبها لازم رجليها لابنين يطلعوا يعمل سويتش كده في الهواء عشان تتعرفت حطها وده اللي حصل فصعب جدا أنا سألته أنا أتكلمت و سام قلت له و سام أنت قال لي أكدت لأنا في الكرات اللي زي دي قلمت نفسي و زي ما جت قال لي المعص من أنت بتتكلم في ده التبديلة دي التبديلة دي هي اللي جات أنا أقولته زي ما تيجي بقى جات في رجلي جات في وشي جات في إيدي جات في أي حتة بتعدي أنا بقول دايما أن الكوروس لما بيبقى في العالي لو هتحط أي حاجة هممكن تزبطها ما نديش إنما لما هتروح وهي جاية تنزل أنت ما تشعر في تطلع هتطلع فين أنا مرة عملت كوروس زي دي لابوتريكا بالزبط في قبل نهائي كاس مصر الإسماعيلي كسبنا الإسماعيلي 2-0 جون الأولاني كده كان بالزبط بس جات لابوتريكا على 18 بقى أنا كنت قابلي كده كمان مرة شوية مرة شوية لأ أنت بتحطها من نص الملعب أول من خطي أم حطتها نطة النطة وهي نزلة النطة التانية أم حطتها بوش رجله وهو واقف كده كان محمد فتح الجون وعدت جنب رجله أو ما بين رجله مش فاكر يعني فكتها هي نفس اللعبة أنا دايما لو تفتكر برضو علي معلول مباراة الإنتاج الحربي سنة من سنتين أو من ثلاث سنين نفس اللعبة وولتر بواليا وولتر بواليا اللي بدماغه هي نفس اللعبة بس دي على العالي ودي بالزبط ده اللي احنا نقصده وكمان خلي بالك سويتش ده خليها عمل حاجة تانية اهو لو انت خدت من وضع رجلك الشمال الثابتة وحطتي اليمين هي الكرة بعيد هتقلش برضو وبعيدة وعلى فكرة هو مكنت تصاب وهتعدي اه وهتعدي انا عشان ما عنديش حل تاني هو عمل حتى لو هو مش قصدها هو عملها صح قال لي ما قال لي انا عملت كبه ولقيتها مش فهو لما نزلت هنا فهتطلع فلازم اعمل سويتش في الهواء عشان اطلع رح اطلع بالشكل انت شايفه ده فجول صعبة جدا من اوله لنهايته فتفاصيله كانت مهمة جدا جول اكرم جول التالت اهم حاجة فيه واهم حاجة فيه دايما نقول للعيب ما تحطش لو انا رأي حجمة مرتدة ما تحطش كرة في رجل اللعيب حطها في مساحة عشان هو يعمل سبرينت بسرعة فيوصل اسرع وده اللي حصل امام لما حطت الكرة بالخارجي ما حطهاش في رجل اكرم كان ممكن يحطها في رجل اكرم حطها قدام فاكرم عامل ايه راح تدايس واحد ورحش خلاص فخلاص انت في انا اقصد ان ما تدورش على تفاصيلة الجول قبل ما تدور على التفاصيل اللي هي الصغيرة اللي قبل اللي تخلي شكل الجول حالو وفيها تفاصيل كتيرة فده الشكل اللي انا شفته الحاجات ممكن الحاجة اللي عملت عليها عالم تستفهام او ما عجبتنيش نوقف كوكة مع الدكة لما راح هو اتدايق من موقف انه هم راحوا الجمهور الاهلي فده من الموقف ده فبدأ يروح لهم عالدكة وبيشير لهم انتو يعني خلاص وماتش خلاص فبدأوا اه فبدأوا يتنرفزوا كده انا بشوف ان احنا كنادي اهلي انا الاهلي انا اكبر من كده كتير انا هديقك واكسبك وهو من حد من اللعيبة المقدمة جدا اكتر حاجة ده كمان هي اللي انت تتغلب طبعا وكمان هو انا بشوف الولد ده ده حد من من الاعمدة الاساسية اللي هتبقى موجودة كادر في النادي الاهلي من كابات النادي الاهلي وانا بقولك ده من دلوقتي فانا عايز ابني شخصية مختلفة انا على فكرة لما يجي لي لعيب من بره الاهلي او يجي لي لعيب بيتكلم على الاهلي وحش ما عندهش مشكلة من بره انما لما يبقى ابني يعمل موقف انا بزعم فابني هنا انا عايز اعوده لا انت الموقف ده ما تعملوش انت الموقف ده تعمل ايه اكسب اكسب خلاص هو الموضوع خلص انا حرقت دمه ده المهم بالنسبة لي فده موقف يمكن ده ما كانش افضل حاجة بالنسبة لي بس يعني هو صغير بس انا بقوله والله من باب ان انا بشوفه حاجة حاجة كبيرة بتعوده على ما هو قادر بالزبط كده عشان انا بابني شخصية انا بابني شخصية انا بابني شخصية احنا النادي الاهلي تسعين دقيقة هم دول انا عايز اكسبهم هم دول انا عايزهم الحاجة التانية شوية اللعيبة بتدخل في نقاشات كتير مع الحكام مع الحكم الرابع بس ده كل بنتشوفه على العالم شخصية بنتشوف العالم كله حتى في الدولة الانجليزية دلوقتي اصبحت الناس بتكلم بعض على بتكلمه بعض اللعيبة بتكلم اللعيب عنده اللعيبة بتكلم المدربين دلوقتي كمان انا اتكلم فيها انا بحب بشوف انا معلش انا ايسف والله انا بحب بشوف الاهلي مثالي 100% فدايما بحب التفاصيل الصغيرة انا بشوف ان انا عندي معلش انا ايسف يعني الجهاز الفني مش بتوع كورة دول يعني كلهم نظر سامي امصان ولا خالد بيبو ولا الراجل الموجود هم دول مش هدنين مش شايفين اللي انت شايف اكيد شايفين شايفينهم 100%